وتراجعت مغزونات النفط الخام الأمريكي خلال الأسبوع الماضي بينما ارتفعت مغزونات البنزين ونواتج التقطير وقالت مصادر بالسوق نقلا عن بيانات معهد البترولي الأمريكي إن مغزونات الخام تراجع بنحو مليون وثلاثمائة ألف برميل في حين زادت مغزونات البنزين بنحو خمسمائة وعشرة آلاف برميل وارتفعت مغزونات نواتج التقطير بنحو ثلاثمائة وتسعين ألف برميل